يلا بقى نبدأ المحاضرة بتاعتنا اا في المحاضرة دي اا هنكون بنتكلم على اا حاجة جميلة جدا 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 اا وهي المحاضرة دي بس هيكون كده زي كراش كورس للداتاباز يعني يعني بس كراش كورس اللي هو زي كده كورس سريع على هالداتاباز هي اللي ية موجودة اا التحديد لا هكوم باتكلم على اا الاداتاباز اللي هي خاصة بالاندرويد لان داتاباز الخاصة بالاندرويد هي دي اللي من خلالها هتساعدة للاندرويد اا زي كده مثلا ان اا الابلكات بتاعي هيفالك تقدر انت من خلاله تخذ الحاجه بقى manوم shares بشكل دائم فطبعا بشكل دائم دي تقدر بقى تعمل زي او زي النوتة اللي هتلاقوه موجود عندنا على وهو اوصلا الكورس ده متسجل يعني بحيث الناس تبدأ تطبق على النوتة بحيث بقى انت كده لست بس البيزيكس بتاعت الديتابيز وكمان طبقت عليها في اندرويد ابليكيشن فخلينا بقى كده نبدأ ان احنا نكون بمبص مع بعض على الوكال داتا ستوريج بشكل عام فتعالوا كده نبص عليها اول حاجة كده زي ما انتم شايفين نعمل كده ركاب على الوكال داتا ستوريج احنا كنا لحد الوقت ده ايه الحاجة اللي احنا درسناها من انواع الوكال داتا ستوريج اولا كده يعني كلمة لوكال يعني اوفلاين يعني ازا حاجة تقدر تخزن فيها بيانات بدون ما تفتح الانترنت فطبعا كنا درسنا مع بعض من الوكال داتا ستوريج ولكن هو كان نوع مؤقت فهي كان التمبراري ستوريج بتفضل شغال حد ما الاكتيفتي بتاعتي بتخلص طيب في ايه تاني مثلا نوع من الوكال داتا ستوريج هي نوع من الوكال داتا ستوريج اللي من خلالها بقدر ان انا اخزن حاجة او سيمبل داتا تحديدا بيكون كي فاليو بيرز والقونس بتاع الكي فاليو بيرز هيكون معانا في الاندرويد بشكل كبير جدا 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 هنلاقيه كده في حاجة زي الانتنت حاجة زي اللوج هنلاقيه في حاجات زي اه الشيرد بيرفرنسز نفسها يا كي فاليو هنلاقيه في حاجات زي الديتابيز لما هنشوف مع بعض في النوتا ابليكيشن فالحاجات دي كلها ايه بستطيعها الكي فاليو بيرز هل اللوكال داتا ستوريج التاعتي هم الحاجتين دول لا فيه كمان حاجتين في منهم حاجة حاجة مثلا زي الفايلز الفايلز دي زي كده لما انت تيجي تخزن صورة او فيديو او ساوند تراك معين عندك على الموبايل فبرضه بيكون ايه فيرمن انت ستوريج تفضل موجودة لحد ما انت اللي تمسحها بنفسك اخر حاجة بقى عندي وهي السيكوالايت داتا بيز وهي السيكوالايت داتا بيز اه تعالوا بقى كده نبدأ نتكلم عليها ونعرف ايه هي الحاجات اللي مكتوبة جواهين لو جينا بصينا هنا عندي عايز اقولك كده اه اه حاجة قبل ما كانت اه ان احنا نستخدم الداتا بيز يعني في مرحلة التعرم بتاعتنا ان احنا كنا الاول عشان خاطر نتعامل مع اي زاكرة دائمة فليكن كان عندي بعض بيانات العملاء اللي هما بيكونوا ايه اه بيشتروا مني فانا بس كل عميل عندي محتاج ان انا اعرف الاي دي الخاص بي واعرف الاسم الخاص بي وكمان اعرف عنوانه بحيث ان هو اول ما يطلب الوردر اوصل ايه ليه مثلا حد اسمه كتكات وهو ساكن هنا مثلا في القاهرة وهي عندنا حد ثالث مثلا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فلو جينا بصلنا على الفايل بتاعي ده طبعا ده كده ايه سامبل بسيط السامبل بسيط اللي هو الموجود عندي الحالي فالسامبل ده انت لأ في العادي بيكون عندك بقى عشر تلاف او اكتر من عشر تلاف ريكورد او لو عشر تلاف ايه سطر او عشر تلاف رو موجود عندك من هنا طبعا تبكون عندك عملا كتير فبالتالي لو انا كنت بس interested او انا مهتم ان انا اعرف مين العملاء اللي عندي اللي سكنين في الجيزة انا بس عادي اعرف مين العملاء اللي سكنين ايه في الجيزة عندي فهنا بيجي يعمل ايه وانا فعلينا ببني نشتغل على الفايلز كنت هتضطر تقرأ العشر تلاف سطر كلهم دي كده اقول خطوك هتحصل طبعا ده اصلا حية كبيرة الوحدة طيب بعد ما قاريتهم هتعمل ايه هتبدأ هنا ان انت ما بين كل value والتانية انت قاسم ما بينها عطري مين كومة فانت اصلا فعلينا انت بتخزن ال data كنت انت اللي بتحدد الكومة دي يعني الكومة دي كان ممكن ساعات احنا ممكن نعملها حاجة زي سلاش مسلا ممكن نعملها هاشتاج يعني في الوحدة اخت كان مجرد ايه سيمبل معين احنا اللي بنختار ويه بس خلينا نبص على الكومة بتاعت فكنت اعمل ايه انا عايز اتشيك دلواتي عن الجيزة كنت تيجي هنا في اول رو طبعا انت هتشيك لو في رو تحتيك اه فابدأ اشتغل عليه فيجي هنا وان هو عارف ان الادرس وبعد ايه بعد تاني كومة طبعا هيمشي كده يعدي اول كومة ويفضل ماشي لحد ما يعدي تاني كومة وفهيلاقي في الاخر ايه جيزة فطبعا ما لقاها الجيزة خلاص هيريترن الكاندرويد اللي عندي فاتبعلي كاندرويد على طول طيب رغم ان الجيزة هي الوحيدة اللي موجودة هنا ايه مفيش تاني بس هو ما يعرفش وبالتالي هيفضل ماشي ايه على نفس السيكونس بتاعه سطر التاني اللي هو كده والسطر التاني بتاع كاندرويد التاني ده ومش يلاقي طبعا الفاريو فاميش هيرجعلي اي حاجة الداتا بيز بقى هي حلة المشكلة دي اول حاجة هي مش طعب بقى ايه تقرالك الفايل كله الا لو انت اللي قلت لها اقرالي الفايل كله بتاعك بتاع الداتا بيز او بتاع قعدة البيانات بتاعتي ولكن هو هتكون هي مسهلة عليك اه حاجات كتير زي انك مسلا لو انت عايز تعرف كافتراض اه عناوين بس العمل اللي عندك لكن انت مسلا فيه اوفر معين عايز تبعته فانت بس عايز تعرف مين العناوين مين انت مش مهتم بالايد ولا مهتم بالاسم انت بس عايز تعرف العنوان عشان تبعت الاوفر او العرض للعميل بتاعه يبقى انت هنا في الداتا بيز هي تساعدك بدل ما انت في الفايل ستقرى الفايل كله وتقعب بقى في كل ريكورد او في كل رو تعدي تاني كوم عشان تاخد الفايل اللي بعدها لا في الداتا بيز هي سهلة جدا عايز اقولك اسهل من الجواب حتى ان انت بتقدر تبس تندي على مين على ادرس اللي موجودة دي طوله ايه رجع لي الادرس بس فهو اعطوا لي رجع للجهزة كايرواليكس فعشان كده الداتا بيز بتاعتي هي مش بس مجرد انها حاجة جديدة وخراس لا هي جد حلت مشاكل موجودة وحاجات كده بتستهلك من الوقت بتاعي وكبان خلت موضوع التعامل مع البيانات بتاعي بشكل اسهل بكتير جدا 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 فتعالوا بقى كده نبص عندي على الداتا بيز بتاعتي فدي كده هي السيكوال لايت داتا بيز هو هنا بقول لك عليها هي عبارة عن ايه اول حقيقة هده الداتا بيز بتاعتي مش بيكون راندم داتا زي ما انتم شفتو كده هي بيكون داتا منظمة وكمان بيكون لها علاقة ببعض طبعا يعني الداتا بيز هي كورس الواحده كبير جدا جدا ولكن زي ما قلت لكم ده بس بيكون كراش كورس عشان ده اللي هيساعدنا في الاندرويد ابليكيشن بتاعتي فالداتا بيز بتاعتي هي بس بيكون ايه ارجانايزد كوليكشن هي بس بيكون كده اا مجموعة عندي منظمة لداتا متعلقة ببعضها بحيس انك تده من خلال الداتا دي ترجع او تعمل اكستراكت اللي هو تتخرج او تطلع الحاجة اللي انت ايه محتاجها وبس فالداتا بيز بتاعتي هي بيكون رسالنا يعني ان جنرال للتكست داتا وهي سهلة جدا انها تجبر في الحجم وكمان سهل انك تعمل لها سيرش اا وسهل كمان انك تنسيرت فيها او انك تحفظ فيها حاجة سهل انك تعدل عليها حاجة تمسح منها حاجة كل الحاجات دي ايه حاجات بسيطة وسهلة جدا 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 فده كده بالنسبة للداتا بيز اا بتاعتي ففي الدياتا بيز اللي عندي اا فيه هنا عندي الخطوات بقى كرياشن الخاصة بالدياتا بيز طبعا احنا اللي ممنوعين نعم بقى كرياشن عندي ليه الدياتا بيز زي ما كان عندي مثلا لما كنا شغالين في الجابا على النات بيز فكت انت بتعمل ليه بتعمل كلاس لان كلاس ده هو بتاعتك طب الكلاس ده اصلا في الاصل هو داخل فنفس الكلام بالزبط عندنا كده في الدياتا بيز اا انت عشان تقدر تبدأ تشتغل على الدياتا بيز فمحتاج يكون عندك بقى بتاعتك او بقى الفايل الكبير اللي احنا نسميه كده الفايل الاصلي اللي هو اللي ايه اللي مسلا ممكن اسميه حاجة زي الكريتشورز فده كده بس مجرد اعتباله زي في الزبط ومسمينا هاي كريتشورز لكن داخلها حبة كلاسز فاحنا لقى عندنا بقى مش بنسميها في الدياتا بيز كلاس احنا بنسميها انتتي او اللي احنا بنسميها حاجة زين تانية زي التابل فتابل وانتتي ايه الحاجة نفس نفس يعني هيوصلنا لنفس الحاجة هي هي فطبعا تابل زي ما انتم عارفين بالعربي اللي هو الجدول فانيا كمسلا عملت هنا تابل اسمه اليانز بحيث انها مثلا عندي كريتشورز زينا فيه تلات انواع من الكريتشورز الفضائيين وعندك البشر وعندك الحيوانات فانت عندك هما الثلاثة دول فانت عندك ثلاثة تابلز والثلاثة تابلز دول جوه ايه داخل داتا بيز فايل واحد ما اذا كانت عندك فايل داتا بيز يقدر يشيل ايه تابل او اكتر طب التابل بتاعنا ده هو اصلا بيكون عامل ازاي زي ما انت شايف كده قدامك بيكون عندي هو الفاليو بتاعته شغالة او هي بيكون شكلها كده فتعالو كده نبص عليها واحدة اول حاجة هنا عندي النام او سوري عندي الرو الرو الواحد بيعبر لي عن الابجكت يعني اول رو ده هو بيعبر لي عن الابجكت ان حد اسمه كاندرويد ان العمر الخاص بيه سنتين اللي عدد الاصدقاء بتوعه ثلاثة طيب هنا عندنا كاندرويدي اللي برضو اه اه ده كده ابجكت كامل اللي هو اسمها كاندرويدي اللي عمر الخاص بيها اربع سنين نفس الكلام هنا الحالة اجتماعية سنجل وعدد الاصدقاء اتنين ونفس الكلام لاخر ابجكت عندنا ده بس بيعبر لي عن ابجكت كامل طبعا لو انا قلتد الاني kilowatt阿 student object انا طولا هتظهد واقع الى anam واشد余 id tenha название مثلا هسجلها فده object هار مكوون ايه من كازه حامل حاجة او اكتر يعني الان كدا ده نفس الكلام بالنسبة للdatabyte بتاعن видео ده كده اللي هي مين اللي هي الروز Logsj الج plague the address بيه قد نسميها عندنا في الجابا فانا عندي هنا مثلا الاتريبيوت بتاع اللي هو النام ده فالاتريبيوت النام ده او النام الاتريبيوت عنده هنا كاندرويد كاندرويد ايكيو طب هي الage 241 مارتل ستيتس سينجل سينجل اكسترا سينجل number of friends 3 to 10 فده كده الكونسيبت الخاص بالداتا بيز طيب هي اصلا ايه هي بقى السيكولايت طبعا زي ما انا بقى عندي هنا لغة برماجة الجابا او عندنا مثلا لغة برماجة القتل فبرضو عندي في الداتا بيز بيكون برضو في اسماء ايه للداتا بيز بتاعتي زي مسلا عندي هنا حاجة زي الاسيكولايت او السيكولايت يعني تبطيق لده ده اول هي السيكولايت اللي هي اختصر استراكتشورد كويري لانجوج ايه هي السيكولايت السيكولايت هي عبارة عن مكتبة بتسمح لك انك تعمل لوكل داتا بيز على الديفايس بتاعك طبعا لوكل داتا بيز زي ما اتفعل او كلمة لوكل يعني ايه يعني اوفلاين فمعنى كده ان انت الداتا اللي انت هتخزنها الجهاز او الموبايل او التابلت اه الخاص بيك هو اللي هيقدر نستخدم قاعدة البيانات دي فقط لو مسحت حاجة اللي لو في موبايل تاني مش هيتأثر بالحاجة اللي انت مسحتها طيب هو اصلا اصلا يعني ايه اللايبراري اللايبراري دي زي كده ما كنت ذكرتها في احد الفيديوهات قبل كده بس خليه كده اقول لكم عليها ان اللايبراري بتاعتي اه هي دي بيكون عبارة عن اه تخيل كده مسلا ان انت نازل السوبر ماركت فانت حاليا نازل السوبر ماركت هتشتري منتج معين طيب المنتج المعين ده انا لسه هنزل من المكان اللي انا ساكن فيه وامشي في الشارع اوصل السوبر ماركت اخد المنتج ارجع امشي في الشارع تاني اطلع المكان اللي انا ساكن فيه وبعد كده ابدأ ان انا ايه اكل المنتج ده لو هو مسلا منتج طيب هل مسلا فيه حل اسهل اه من اني انزل الشارع بنفسي لو جينا فكرنا كده هلاقيني فيه حل اسهل حاجة زي مسلا ان انت ايه او مسلا ان انا اطلب حاجة تجي لي توصيل فالدريبري بتاعي ده هو اصلا موجود هناك في السوبر ماركت يعني هو كده انت بتوفر على نفسك نص المسافة طيب هل توفير نص المسافة ده حيات كويسة يعني هي على حسب هو دلوقتي ما انت وفرت اقوى نص المسافة ليه وهو يعني ليه الموضوع مش هفرق قوي لان انت في الحالتين المنتج سواء انت رحت اشتريته ورجعت بي وكلته او ان هو الديليبري هيجيب لك المنتج فانت هتاكله يعني في الحالتين انت عملت نفس الاكشن وهو انك اكلت المنتج ده طيب بالنسبة بقى ليه المشكلة الديليبري مشكلة الديليبري طبعا ان انت في مسلا ديليبري فيز يعني انت تدفع مسلا ايه فلوس خاصة للتوصيل فده بقى احنا ايه بقى مشكلته عندنا في البرمجة ان انت عندك مش اي هنكون موجودة عندنا ده معناها ان هي حاجة كويسة لا دي ممكن انت موازلك حاجة اصلا في البرنامج اا يعني يعطينا كده 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 تلطة حاجة اونلاين فانت ما تضمنش جودتها الا لما هي اجينا او انك هتكبر لك من حجم التطبيق بتاعها عشان كده مش اي هنكون بنستخدمها ولكن طبعا دي حاجة ايه حاجة هي نزلة اصلا مع اندرويد ستوديو اا فهي بيكون هي حاجة قوية يعني ما فيهاش اي مشكلة لكن ده بالعكس طبعا احنا هي هنكون بنستخدمها اا وهي فعلا معمول بيها مشاريع موجودة عندك على الموبايل خاص بيك وهنتكلم طبعا على المشاريع دي دي في عندي زي في عندي حاجة اسمها فدي برضو كده حاجة تانية شبيهة جدا بالسيكول يعني اكد الفرق يكون بسيط في البدايات بتاعتها اا فهو هنا بتاعتي بقى لا هي هنا ايه اا بتوفر ليك او هي بتقدم لك حاجات كومبليكيتد اكتر من مين من السيكول فطبعا الناس اللي ايه اللي هي كانت لكم اا درست قبل كده فهي قريدي عارفة الماي سيكول يعني وكده كده زي ما قلت لكم ده كراش كورس فالموضوع هيكون بالنسبة لنا بنبتدي من الاول مش هيكون في اي مشكلة والداتا بتاعتنا ايه ايه هي بتتخزن في تاكست طيب ايه بقى الداتا الموجودة عندي في الداتا بيز لو جينا بصينا عندي في الجابة مسلا فانا عندي بعرف الفارئة بالعادي عندي ايه مسلا ايه التمانية داتا تايبس بتاعنا عندي مسلا اربعة للهول نمبرز زي مسلا عندي البيت عندي الشورت عندي الانتجر عندي اللونج طيب لو حيا كسر فعندي الفلوت وعندي الدبل طيب لو عندي مسلا حرف عند شارف لو عندي مسلا هنا عايز اخزن حاجة صحة وغلط فعندي البوليان طيب فالداتا برضو هنا عندي في الداتا بيز فزي ما شكت كيت concept طيب لو انت فاهم يعني ايه variable فسواء بقى روحت في اي مكان قالك variable يبقى انت قرد ايه فاهم يعني ايه variable او انت فاهم ايه هي ال data types لان هي طبعا ال variable هو جزء منه ايه هو الحاجة العنوان بتاعنا اللي هو بيكون مكون من الحاجات بتاعتي اللي من ضمنها ال data types فال data types اللي عندي موجودة بالنسبة لسيكواليب بتاعتي اللي هي اول حاجة اللي هي من فالنال طبعا مش محتاج بقى اقول لك ان هي يكون متخزينة حاجة ايه حاجة النال زي كده ايه ال classes بتاعتي اللي هو default value بتاعيتها طيب لو حبيت مسلا اخزن رقم فعندي هنا data type اسمها integer فدي بتخزن لي integer طب دلوقتي انا عارف ان في الجافا انا عندي ال byte وال short وال integer وال long 1 byte 2 byte 4 byte 8 byte ال integer دي هتخزن كام قال لك بقى اهنا احنا هنعمل لك حاجة حلوة على حسب الرقم اللي هتبعتهن احنا هنبدأ نشوف لو الرقم كبير هخزن له مساحة كبيرة في الميموري لو الرقم صغير هخزن له مساحة صغيرة في الميموري فعشان كده عندنا مين هنبين ال integer هي بس بنكتبها integer زي ما هي وهو هيبدأ يزبط لك كل حاجة طب لو حبيت تخزن حاجة زي float او double فهنا data type بتاعتي هنا اسمها ايه اسمها ال real فال real دي بستخدمنا هنا floating point زي مسلا 2.4 لو عايز تخزن حاجة زي ال string فعندنا هي data type بتاعتي اللي هي اسمها ايه اسمها text وكمان بقى فيه data type كده دي هكون اول مرة بتاعرفوها وهي البلاب ايه هي البلاب اللي هي موجودة البلاب دي كده عاملة زي ان انت لو انت عندك فولدر عندك على الويندوز فهو فيه صورة له فانت تدخش مساحة على d slash my picture slash او سوري مثلا d slash pictures اللي هو فولدر خاص بالpictures slash mypicture.png مثلا فهو البلاب هو هيساعدك انك تخز مثلا path او المصار اللي هو ايه متخزن فيه الصورة بتاعتك بحيث بدون اي تغيير يعني مثلا بدلا ما هو كان back slash ممكن لو حصل مشكلة يقلب forward slash فلا هو هيحفظ لك على كل حاجة زي ما انت ايه مخزنها فبالتالي مثلا لو انت كنت عندك data وحولتها بايناري يعني انت بتخز data بتاعتك بايناري فانت ممكن تستخدم البلاب عشان تخز من البايناري بتاعتك عشان طبعا البايناري لو انت عندك مثلا zero one one zero zero one zero one one zero فلو انت بس اخر one zero اتعاك مع بعض كده data ضاير فعشان كده بيكون بنستخدم من البلاب بتاعتي لان هي بس هتميك شور ان هي الحاجة هتتخز بالظبط زي ما هي ايه زي ما هي مكتوبة اخر حاجة كده احنا اتكلمنا على التمانية data types بتاعنا مع البوليان هنا بقى الموضوع كده عمل زي لغة c اللي منكم عارف c واللي ما كانش عارف c ما كانش عندنا true false ولكن كنا بنستخدم بدل true false كنا بنستخدم one و zero فكدت مثلا باجي هنا ايه ما عنديش هنا خلاص بوليان لو انت عايز تخزن حاجة true او false فبتعمل هنا ايه integer فالانتجر ده لو عايز تخزن حاجة true فتبقى لو عايز تخزن الحاجة false فتبقى ايه هتبقى zero فدي كده هي بتاعتي اه طبعا دي كده الحاجات الرئيسية وكلها تبقى لها ايه حاجات فرعية ايه يعني لو جينا بصينا هنا اه فدي كده ايه يعني اه ايه الحاجات الموجودة ولكن احنا شغالين على الحاجات الرئيسية بتاع طب هي ايه اصلا الابليكيشن اللي عشان نبدأ كده الموضوع يكون واضح بالنسبة لنا عندك اول مثال الموجودة عندك على الموبايل اللي من جوجل هو اصلا جواه سيكوال داتابيز ليه عشان دي من خلالها هنقدر نخزن تضيف مثلا جهة اتصال او تضيف contact جديد فالcontact جديد اللي انت هتكون بتضيف ه فانت هتكون بتضيف الاسم ورقم الهاتف الخاص بي فمجرد ما عملت له حفظ او عملت له سيم هل لو قفلت الcontact application ورجعت شغلته تاني هل هتلاقي ان الcontact او جهة الاتصال ده اتنسح لا هتلاقي موجود لان هي بتاعتي الحلو فيها النهية الاتا هتفضل موجودة لحد ما انت تمسحها بنفسك فطبعا احنا بقى نكون بنتعلم مع بعض ازاي انك تعمل ازاي كده اه كأنك هتسيف جهة التصال اللي هو الانسيرت بتاعتي لو انت حبيت تعدلها في اي وقت ازاي تعدلها لو حبيت تمسحها خالص فازاي تبدأ انك تمسحها فعشان كده يكون عندنا نوت اللي هو هتكون بستخدم فيها اللي هيكون في الاندرويد تريكتسينج توتوريوم فهي دي اللي من خلالها هبدأ بقى ان انا اخزن بقى نوت عندي لو في ملحوظة معينة عايز اعملها مثلا خلال اليوم اخزن او اعرض حتى كل النوت اللي هي موجودة عندي زي كده لما انت بتشوف عندك في الاندرويد اول ما بتفتح الاندرويد على طول بتلاقي ان كل الاندرويد الموجودة اتعرضت عندي اخزن كمان وهو الاندرويد اللي هو النتيجة اللي عندك على الموبايل اللي برضو من جوجل فده برضو هنا ايه بيكون جواية سيكوالايت داتابيز اشخاطر يخزن الكالندر انتريز يعني يكن مسلا انت قلت له ان انا عندي كمان اسبوع فتلاقي انه طلعلك كمان اسبوع او ان انا عندي مسلا الحاجة مسلا اللي يكن يوم عيد ميلاد حد او يوم ميلاد حد معين فانت تبدأ انك مسلا بشكل سنوي فتفتكر مسلا المناسبة دي فدري كلها بتخزن عن طريق مين برضو السيكوالايت داتابيز يعني حتى برضو من ضمن الحاجات اللي هي مسلا طلعة جديدة زي مسلا الروم فهي روم اصلا يعني هي كده احنا بنسميها او هي بيكون روم بردو بس اسهل بقى من السيكوالايت بس السيكوالايت ده الاساس ليه الاساس لان اصلا الروم هي مش حاجة غير السيكوالايت هي بس حاجة كده مبنية فوق السيكوالايت فهي اصلا بتتعامل مع السيكوالايت من تحتها كده ايه اوكي فده كده كان بالنسبة اللي باستخدام السيكوالايت اللي هي موجودة عندنا من جوبيل حاليا بقى نكون ان احنا هنطبق مع بعض على التابلز بتاعتك ازاي تنسيرت حاجة جواها ازاي تعدل حاجة جواها او تمسح حاجة منها او حتى تعرض الحاجات ايه الموجودة جواها فاول حاجة هنا عندي هي من الكرياء فبالنسبة لنا في الديتابيز انت عشان تشتغل عليها في عندك اكتر من طريقة يعني ايه عندك اكتر من طريقة عندك على الكمبيوتر او انك تشتغل على حاجة online فاحنا فعليا ما هكون من نشتغل على حاجة online ده crash course فايه الحاجة اللي هكون محتاج انك تكون بتعملها عندك لو كتبت عندك هنا في search tutorial point فهتلاقي هنا عندك في search تلاع لك ايه ده tutorial خاصة بال tutorial point لو حد حبي مبسط يعني كحاجات extra ولكن انا بالنسبة لي عايز اتشغل SQL بتاع على حاجة online زي كده مثلا لو انت شفت انك تقدر تشغل اكوات java على موقع online مثلا بس انا بالنسبة لي هنا هكون باكتب هنا SQL online compiler عشان بس يبدأ انه اشغل حاجة عندي online فتلاقي عندنا هنا لنك tutorials point فممكن كده الناس تبدأ تعمل click عليه وانا ابدأ برضو اعمل click عليه هنا بحيس ان احنا ايه نبدأ نعمله accessing اه طيب هو هنا عشان دي بس حاجة online فانا مش هكون بعمل الفايل الكبير بتاعي اللي هو بتاع database لأ هبدأ اشتغل على tables على طول هو هنا بيكون جاهز لحبة حاجاتي فا احنا هنا بالنسبة لنا يعني سريعا كده ده كده عندك مسلا begin transaction دي كده زي البداية بتاعتك كده اوكي وهي هنا عندك حاجة مسلا commit دي اعتبارها كده زي النهاية بتاع بس احنا already هنا ايه يعني هخليك بس تمسح كده كل اللي في الحاجة بتاعتي معادة بس transaction وcommit عشان اوكي تعالوا بقى كده نبص مع بعض ازاي بقى اعمل creation عندي ل database اا الموضوع شابهي جدا جدا بالانجليزي واسهل من البرمجة اا او كتابة الجواب بتاعت يعني هتكون تحس انك بتكتب جملة انجليزي هنا هو بيقول لك انت عايز تعمل table عايز اعمل table يعني هنا عايز اعمل create table فزي ما انتم شايفين ايه الموضوع بسيط جدا يعني طيب create table table بتاعنا ده واحنا عايزين نسميه ايه هسميه مثلا هنا table 1 كافتران طبعا ما يفعش نسميه table نفس الconcept عندنا ما يفعش نسمي ايه اا يعني اي اسم عندك باسم حاجة هي already كانت موجودة قبل كده ما يفعش بسا عمله هنا create table وسميه table لا اخليه مثلا هنا ايه table 1 كافتران طيب ابدأ احدد بقى كده كأنك بالضبط في الجوابه عملت class اسمه مثلا table 1 فالclass بتاعك ده هو يكون جوا حبة حاجات name مثلا وage فانت هتيجي هنا وتبتاع مثلا string name لا هنا الموضوع بالعكس بتعمل الvariable الاول او الاسم بتاعك الاول اللي هي الاتريبيوت بتاعك وage data type بتاعته زي ما انتفعنا هيكون ايه هكون text طيب يعني مثلا name وعايز تفرغ كل حاجة والتانية عندك هنا semicolon وعندك هنا الاتجي بس هيكون integer وطبعا مش غريبة انتو تشوفوا مين semicolon طيب انا ليه كتبت دي capital وليه كتبت دي small هنا الحلوة عندي خليه كده اعمل comment هنا الحلوة عندي في database انه هو دي case in sense term يعني case in sense term يعني الحرف capital او small ما بتفرقش يعني لو عايز تكتب create كلها كده ما فيهاش مشكلة لو انت قعد فاضي وعايز تكتب create بالشكل ده بس ما حد تش كتب كده يعني فبرضو ايه ما فيهاش مشكلة بس احنا عادي حبيت انت تكتب كلها capital اللي انت عاوض في الاول في الااخر هي case in sense مش هتفرق معايا سواء capital او small طيب ده كده التبل بتاعي ايه هيكون جوا نهم وإنش طيب انا جيت دلوقتي انا بستمرش على canadroid اللي عندي فزي ما انتو شفتوا كده في الفايلز انا كان عندي تشابه اسمه اللي هو canadroid وcanadroid فانا كان في canadroid معين في بالي فاول ما هلو طلع لي canadroid هم معرفش اللي في بالي فهي طلع لي كل حد اسمه canadroid فعشان كده ما كانش حلو ان احنا ايه ان احنا نخلي الحاجة الاساسية بتاعتي هي الاسم ان دي اللي هكون بتعامل معها بشكل رئيسي خلال التابل بتاعي نفس الكلام بالزبط بالنسبة للعمر برضو ممكن عمر بتاع ايه الاشخاص تتكرر فبرضو مش حاجة كويسة ان العمر بتاعي ان هي برضو تكون الحاجة الاساسية اللي اكون باستخدمها في التابل فلازم يكون كده عندنا حاجة اساسية في التابل بتاعي ده اللي اقدر ايه اتعامل من خلالها طب كان ايه الحل للموضوع ده لو جينا بصينا عندي ان انا ابدأ كده اعمل كمان كمان تابل فأدي هنا تابل اسميه مسلا تابل ونبدأ بقى نحسن من المشكلة اللي عندي خلاص شفنا مشكلة ايه ان انا عندي النام والايجي مش كويسين فممكن مسلا نعمل ايه اي دي فبتعدتها بيس بقى بيحبوا الا اي دي يعاملو اندرسكور اي دي هم بيحبوا يسموه كده اوكي فأدي هنا اندرسكور اي دي فطبعا اي دي بتاعي هو ايكون انتجر وايب عندي هنا مثلا النام تكست وطبعا السميكانور فانا بس كل ده اعبا كريش لتيبل لسه محطتش عادش انسرت ايه لحاجة جواهم طبعا عايز اكد اصلا الكاتبو ده صح ولا غلط هتلاقي عندك ايه في اكسيكيوت اكسيكيوت دي بس هتأكد لك ان كل حاجة مكتوبة صح فمجرم ما تكليك عليها لو طلع لك هنا مكتوبة تمام طبعا بس هكون بخلص التيبل وهكذا هبدأ ان انتم تكتبوا يعني التيبل بتاعتي اللي احنا عملنا فده كده التابل التاني بتاعي انا حلت المشكلة عن طريق الاد طيب دلوقتي وانا بعمل انسرت رنكز بقى كويس المشكلة اللي ازورت هنا انا خلاص عملت الاد عشان دل استردام وانا بعمل انسرت وصلت عملت اد واحد واثنين وثلاث لحد رقم تلاتين فقمت عملت حاجة اشربها ورجعت لل لدي عشان اكمل الانسرت بتاعتي فجيت دلوقتي انا ما افتكرتش هو انا وصلت لتلاتين ولا انا عديت لتلاتين مش فاكر فعملت انسرت تاني لرقم تلاتين فلما جيت بقى اعمل رتريف او ارجع الداتا اللي موجودة لل اي دي اللي رقم تلاتين رجعلي حاجتين رغم فوق يرجعلي حاجة واحدة بس وطبعا مش رقم تلاتين بس اللي هتكرر ممكن الارقام تانية تتكرر معاك فده برضو مكانش احسن حل فكان فيه بقى حل احسن من ده ان هنعمل كده بتاعنا يقوم بس ادي هنا create table سميه هنا table 3 وهيكون جواه برضو هنا id integer بس هنا بقى في عندي key word في ال database بتاعتي وهي primary key ايه هي primary key انا كده بقوله ان id بتاعك هو integer primary key يعني ما يتكررش تماما ان هو ما يتكررش تعالوا بقى نبص مع بعض ايه الحاجة اللي هتبدأ تظهر عندك دلوقتي هنعمل نفس السيناليو انا برضو كتبت رقم 30 وقمت ايه اعمل حاجة اشربها ورجعت ان اكمل insert بتاعتي فكتبت اول بقى اكتب 30 ثاني هيقول error هيقول لك رقم 30 موجودة عندي في data bays هيقول لك خلي بالك ايه ان رقم 30 ده موجودة عندي في data bays فانت على طول تعرف وتخلي ها كم 31 لو انت كنت فرقم 217 يعني 217 ف 217 دي انت قمت باره تعمل حاجة ورجعت انسيت بقى اصلا انت كنت فان فبدأت من 200 ثاني فكتبت 200 قال لك موجودة في table كتبت 211 قال لك موجودة 222 موجودة هتقعد بقى تجرب لحد ما توصل لي للرقم اللي انت فعاليا محتاج توصل لي فطبعا دي ايه دي مش حاجة كويسة فبرضو هو حل للمشكلة بس بدأ برضو يظهر لإيه مشكلة تاني فايه بقى الحل بقى والحاجة الكويسة اللي احنا فعاليا بقى نكون اخر برجل عندي في فبدأ اكتب هيا عندي create table والtable بتاعنا خلاص بقى سميه مثلا هنا my table والtable بتاعي او هو already يعني بنسميه كده مثلا my table فطبعا مش غلط يا جماعة لو انت سميتها my table كده او كلها كلها small فلو في الاخر دي مجرد تسمية يعني خليها نسمي الليانز مثلا زي فعالي هنا الليانز فعالي هنا هقول ده برضو id integer primary key وزوب بقى عليها ايه auto increment انا دلوقتي كان عادي مشكلة ان انا كل شوية انا اللي بضيف بنفسي فمجرم اقول انه انا auto increment ده معلان انه اصلا هيغنيني انه انا مش هضيف اصلا ال id بنفسي لا اخلي ايه هو اللي هيبدأ يضيفه الواحده من غير ما انسرت يبقى انا كده هكون دايما وانا بعمل insert هinsرت بس النام اللي عندي وهو على طول هيروحي insert مع مين id يبقى انت كده رايح نفسك اتأكد ان id هو مش هتكرر والحاجة التالية اتأكد ان هو هيبدأ من واحد ويقعد ايه في كل اا ما تزود حاجة يقعد هو يزيد buy one فممكن بقى كده حاليا تبدأ تكتبوا الحاجة طبعا مش حلو انك طوع بقى تاخد كوبي بيست زي قمتلك فحاول تكتبهم فعلا كل واحدة يعني احنا قريدي هنا بالنسبة الله احنا فأنا هنا مش مش محتاج التلاتة دول فاكون كده سيب لك حاليا تبدأ انك ايه انك تكتبها عندك واهم حاجة مجرد ما تكتبها وتبدأ تكليك هنا عندك على اه لو طلع لك اي مشكلة هنا لا راجع ايه او طريقة الكتابة بتاعك اه فده كده بالنسبة لمن بالنسبة بتاعي طيب افرم بقى احنا عايزي دلوقتي insert data عايزي يكون عندي هنا ايه data عندي في التطبيق بتاعي او في البرنامج بتاعي طبعا زي ما انتم شاكين قدامكم دلوقتي يعني معادي دغطت على execute قال لك هنا في ايه error بجانب او قريب من سطر من ثلاثة اهو بيقول لك هنا auto increment بيقول لك انه هنا سنتكس error لو جينا بصلي على auto increment الموجودة فبس انا هنا بنقصت بس حرف ايه حرف ا بعد حرف الار عشان بس تكون auto يعني هو طبعا لو كان ايه auto و increment بس ايه increment على بعض اه انه هو الزيادة بتاعتك الانكرمنت يكون ايه بشكل automatic او بشكل اه تركاه طيب اه عايز بقى insert حاجة فالموضوع بسيط جدا انت عايز insert data عندك في aliens تكتب جملة انجليزية طيب الانسيرشن انت عايز تانسيرت فيه زي ما اتفقنا انا عايز تانسيرت هنا في ال id وال name ولا لا انا مش هانسيرت في ال id لان هو خلاص هيانسيرت على طول في ال id طيب بس لو انت كان عندك عادي يعني حاجات مش auto increment وكده عايز تعمل لها insert اه كان هو هنا بيديك السماحية انك تانسيرت في حاجة معينة بمعنى يعني اه ان انت خليك انا ديكم مثال بسيط لو انت عندك هنا create table x والtable ده هو بس هنا جواء integer وآي ان كان هنا name text طبعا زي ما اتفقنا بقى case in sensitive مش خلقة معين وهبدأ قوله هنا insert into انا بس ال example aliens دلوقتي insert into x ايه ال value اللي اعايز اعمل لها insert x ابدأ بقى دلوقتي لو كان ممكن انت بدأ بقى يعني يعني ايه ال values اللي انت عايز نعمل في اني نقول له هنا values ايه values بتاعتي انا عايز امعنى هنا في العمر اللي يكن حد عنده عشر سنين ويسمو مسلا هنا can draw يبقى انا هنا على طول ايه مجرد ما هعمل execute تعالو كده نبص عليها هتلاقي انه هو هنا ما عنده اي مشكلة فكنت بس بقول له هتعمل insert x ال values دي فكأنك متنادي على مثل بالضبط عشرة دي فتبعت هنا العشرة تيجي هنا على طول طيب can draw تيجي هنا على طول طيب لو انا جيت كتبت can draw بس طبعا هو ما يعرف table x زي ما شايفين x small capital مش فرقة يقول لك ايه بقى table x عنده two columns بس انت بعدت له كم value بعدت له value واحدة بس وفق عنده two columns هم ولكن انا بعدت له value واحدة طبط يبقى انت كده عشان تستخدم values دي على طول لازم تبعت ايه الحاجتين الموجودين نفس الكلام هنا بالضبط على فكرة في ال id ان انا هنا لو كتبت استخدمت نفس اللي هو السطر بتاعنا او اللي احنا بتصميها الكويري بتاعتنا يعني بالشكل ده مش هتنفع طيب ايه الحل بقى ان انا لا ابدأ اقوله هنا insert into اسم التيبر اللي هو aliens بقى الموجود الاصلي بتاعي ده وابدأ احدد له ايه column اللي انا عايز insert فيه انا عايز insert في مين في name ولا في id لا خلص اصطفان ايه id مش محتاج insert في انه خاص insert الوحد فقوله انها insert في column اللي اسم name ايه value بقى اللي انت هتعمل لها insert في name هي مسألة عندي هنا في android يبقى انت كابل خلال الموضوع ده لو انت محددت ال column من اللي هت insert فيه زي هنا يبقى لازم تبعت عندك 10 column زي ما تبعت العشرة بس لو حددت column معين لا دي مش هيكون فيها ايه مشكلة تعالو كي نبص عليها فهتلاقي عندك ايه run ما فيهاش اي مشكلة فهبدأ اعمل كده كم insert ممكن اعمل بس حاجة general بالطريقة دي واخد ده كده copy ctrl c او لو انت على ماك command c و بعدك اعمل لها paste كده مرة ctrl v او command v فادي هنا paste بتاعتي ايه كما استعمل هنا versions للاندرويد مثلا عندنا هنا نوجت مثلا ومثلا هنا عندنا android 10 ومثلا version اللي لسه جديد عندنا هنا مثلا ايه كان عندنا r فهي دي كده insert بتاعتي طبعا اهم حاجة مجرد بتكتبها تعمل هي execute طب حد اقول لي طب هي لي مش بتظهر عشان insert دي بس مجرد خز انته لسه ما اقول رجع لي حاجة من table اللي انا ايه بخز جوا دي هنشوف ها الحطوة اللي جاية على طول فممكن بقى داخل table الخاص بي طيب ازاي بقى تعرض البيانات اللي هي موجودة عندك في table او في الجدول بتاعك احنا عايزين نختار بعض الحاجة فعندي هلا الكويري بتاعت اللي احنا نسميها select انا عايز اختار ايه اللي انت عايز تطبع طيب افرد انت عايز لا تطبع بقى كل ال columns وكل ال rows اللي موجودة جوا ال table بتاعك فبيجي هنا بقى دور ال ast risk بتاعتي اللي احنا بنسميها عدنا خليك اوضح عليها دي كده احنا حاجة بنسميها اا كاني بظلط بقوله select all يعني اقوله كده select all rows and columns ايه اعمل select لكل rows وال columns اللي عندك اللي فين from فبيجي بقوله select all كل حاجة من from اسم ال table بتاعي اللي هو مسا هنا aliens طبعا مش املا اكتبه capital small كده 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 انسان ستب فلو جيب بقى عمالت execute دلوقتي تعالو كده نبص عليها هتلاقي تبع لك هنا one two three four ادي هنا kitkat nugget android ten و r طيب افرد انت هسلجت ال id بس خلاص هتشيل بس دي وتخليها هنا underscore id اسم ال colon اتبع لك هنا واحد انت اربعة عايز الاسامي بس ايه ال name فلو جيت عملت هنا execute هيبدأ اتبع لك الاسامي بس طيب افرد فانت عاوز للاقي الاسامي وبعد الاسامي ال id فتعملين خلاص ما فيش مشكلة تيجي هنا في select all بتاعتك وتقوله هنا select name comma underscore id يبقى انت كده لما يروح اول حاجة اعمل لها select الجدول هيبين هو name وتاني حاجة هي ال id فتلاقي بان هو فعلا بدأ ايه يعكسهم عندك فعلى حسب ما انت بتكتب على حسب ما هو يشتغل ما عدا select all اترجع لك الحاجة بنفس الترتيب زي ما انت معرفها على طول طيب دي كده select all هي ايه هتعمل لي retrieve ليه ال data بالترتيب الخاص بها افرد انت بقى لا احنا حاليا عاوزين retrieve مثلا nugget اللي هو برجة بتاع android اللي اسمه nugget فده كده انا عايز اراجع ده بس طيب ازاي اراجع لبس عدري من ال id الخاص بي اللي هو to فعشان كده هبدأ انا اقوله ايه اقوله مثلا برضو الكلام select انا عايز اراجع كل البيانات الخاص بم بنوضة select all from aliens طيب لحد النقطة دي احنا اتفاهم هيا اراجع لك اراجع لك كل ال روز وال الموجودة فانا انا عايز احدد لبقى الشرط معين يعني عايز اقوله select اختار كل حاجة من aliens لما ال id يكون بيساوي to فلما ال id يكون بيساوي to في بقى كده عندي في ال database بتاعتي اللي هي ال where اللي احنا بسميها where close بتاعتي فبدا اقوله انا select اختار لكل حاجة من aliens لما where ورق لما ال id بتاعي فادي هنا underscore id وابدأ ان انا اقارب بقى فهستخدم equality operator اللي هي equal equal a to هعايز اقول لك بقى حاجة كمان حلوة في ال database ان equal equal او لو عملتها equal واحدة اللي اتنين هيشتغلوا زي بعض مش تفرق معنا هنا لو عملتها equal equal او واحدة كده كده ايه هتلاقي ان هو هيبدأ يرجع لك ال data فلو عملت execute طبعا واول حاجة يختار كل حاجة في ال table وبعد كده يختار لي كل حاجة من ال table لما ال id يكون اتنين فهتبع لك ايه no get فهو ده كده بالنسبة ل select بتاعتي ممكن بقى كده تبدأ وتكتبوها يبقى احنا كده خلاص كمان خلصنا select بتاعتي نايز بقى ان لو انت عايز بقى تعدل بيانات داخل ال class بتاعنا طيب خليها كده انا همسح select ومش محتاجها حاليا لو عايز اعدل حاجة فباجي هنا عدي كوية بتاعتي تبدأ هنا ايه update انت عايز تعمل تحديث فانت ال update بتاعك ده هيكون على ال table اللي اسمه ايه انت عايز تعدل دلوقتي ال table اللي اسمه aliens طيب حاليا انا عايز اغير حاجة جوه aliens يبقى ها set ولا ها get اكيد ها set فحتى وgetters وورانا وورانا حتى في ال data base فهذه هنا update بتاعه الاسمه aliens وقول set ايه انا مسلا دلوقتي اه الموجود ده هو حاليا اسمه android eleven بس مش r فانا عايز اغير اسمه اخليه android elevent بحده يقول لي احنا ممكن دلوقتي اخلي ده android elevent هقول له عندك حق ولكن انت لما تكون شغال على android application مش بيكون قدامك ال quere دي انت بيكون قدامك اخرج صور وزرائر وفيلد استكتب فيها لكن مش بتعمل ايه حاجة بالشكل ده فعشان كده مهم تكون فاهم ال quere into aliens الكلام ده كله لا هتلاقي عندك مثل اسم insert بتاخد منك اسم table واسم colon والvalue بتاعتي وهي generate كلمة into generate values مثلا فهدي هنا ارجع الابضيت بتاعتي انا اعايز اغير ال name بتاعي اخلي ايه اخلي android elevent فهدي هنا ال name هخلي android elevent هبدأ كده select بقى data بتاعتي بحيس الناحة نشوف بقى the effect الجديد اللي عندنا فهدي هنا select all from aliens واعمل هنا execute اول ما جيت عمل هنا execute لقيت كل ال data بتاعتي بقى اسم android elevent مبقاش فيه عندنا دلوقتي ولا kitkat ولا nugget ولا android ten لا كله باندروid elevent ليه حصل الكلام ده لان هو دات اعطله اعملي تحديث لاليين خليه الاسم بايه باندروid elevent لكن ما حددتلوش انهي اسم تحديدا يبقى انا في الحل ده كم ممكن اعمل ايه ابدأ بقى اكمل اقول له هنا where يعني اقول له هي ابدأ الاسم ده لما فعلي هنا where ان id بتاعي هيكون equal equal for اللي هو عندي هنا من الخاص انت بتحديث لاليين هتخلي الاسم بتاعك بايه باندروid elevent بس كده لا لو بس كده هيغير لك كل حاجة بالشرط لما id بتاعي يكون بكم يكون بالfor بتاعتي او يكون بالاربعة اللي هي الموجودة دي فاوكي ممكن بقى كده تبدأ و تكتبوها يبقى احنا بالنسبة لخلصنا create والinsert والupdate والselect كمان ناقص اخر حاجة بقى عندنا لو انت عاوز تمسح حاجة معينة من الdatabase بتاعتك طبعا الquires دي هي الاساس اللي انت في الاندرويد studio هتكون شغال على methods جاهزة هتاخد منك بعض البيانات وهي تعمل بقى ايه كل الكلام اللي قد انا بالنسبة لي عايز تمسح حاجة عايز اولاك الدي من اسهل الحاجات الموجودة بس كل هتعملوا ايه delete طبعا عايز delete من ايه عايز delete من table بتاع اللي اسم aliens فده كده ايه الدي بتاعت انا بس اشيل update والselect دي مش محتاجهم فادي ه delete from aliens وهبدأ كده ايه select all from اسم table بتاعي اللي هو هنا ايه طبعا تتوقع بقى دلوقتي لو عملت هنا delete from aliens و sked كده يبقى اكيد طبعا نجيب بالكم ايه ان هو هيمسح كل حاجة في table لانا ما حددتش بالزبط ايه الحاجة اللي ايه اللي هيمسحها فراح مسح لي كل حاجة ايه جوه table خلي بالك ان هو مسح اللي جوه table مش table نفسه لو انت لقى خلاص بقى عايز تلغي table ففيه حاجة اسمها drop table فعندنا هنا select all from aliens دي خلاص اقرر لي table اصلا ايه اتمسح اللي جوه فلا احنا عايزين اصلا اطلقى الدعم على cat فانا عايز مسلا اشيل ايه طبعا انه ده غلط وما اطلقاش الدعم ولا حاجة ده مجرد example يعني لو مسلا افترضنا ان هو ده غلط دعم على cat فالعايزين ده بس ايه بقوله انا the read from aliens where كيفية مهمة جدا يعني where ان ال id بتاعنا equal equal one او حتى لو تعيش تشيك على name بس ان هو اسمي بتاعت مش متقرر ايه فالليه رايح فانا لو عملت execute لقى خلاص تلاقي ان مسح عندك الكتكات فعليا وده كده بالنسبة ال the read دي كده هي اخر حاجة هنكون من التكلم عليها في crash course بتاعنا بالنسبة لل database لان هو الهدف من المحاضرة دي هي انك تقدر تعمل اي ال applications الخاصة بال database وانت واحدة وحدة كده هتبدأ انك تبني وتعرف حاجات اكتر او سواء من خلال ال android وانت